يد الخير الكويتية ما تزال تمتد بمساعدة تدعم المحتاجين والضعفاء حول العالم ترجمة لتوجيهات السامية للقيادة السياسية الرشيدة التي دأبت على تخفيف المعاناة عن هذه الفئات وانطلاق من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية التي تتحملها دولة الكويت تجاه الشعوب الفقيرة حول العالم ومع انطلاقة قطار العام الدراسي الجديد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي انطلاق حملة تبرى لتعليمهم لصالح أبناء الأسر المحتاجة في الكويت وذلك للسنة الرابعة على التوالي في مجمع الأفنيوز كما واصلت الجمعية توزيع مساعدات إغاثية وأوضاح العيد في مورتانيا لا سيما في ولاية الحوض الشرقي التي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة وقد قام الفريق الميداني بتوزيع مواد إغاثية استفاد منها 900 شخص كما تم توزيع لحوم الأضاحي استفاد منها 2400 شخص بدورها قامت جمعية الرحمة العالمية بإكمال تنفيذ مشروع الأضاحي هذا العام في السودان أبرى ضبح 170 رأس من البقر و101 رأس من الضان بكلفة إجمالية بلغت 30 ألف دينار كويتي مستهدفة 21 ألف شخص من الأيتام والأسر الفقيرة ومن جانبه استمر المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة بتنفيذ مشروع الأضاحي للعام الحادي والثلاثين على التوالي في مصر حيث تم ذبح وتوزيع الأضاحي في 15 محافظة من الوجهين البحري والقبلية بتمويل من بيت الزكاة الكويتي والأمانة العامة للأوقاف ترجمة نانسي قنقر